صباح الخير على كل متابعين ومتابعة دورية لأهم الأخبار اللي تصدرت معنا محركات البحث على مدار الساعات اللي فاتت تصدرت قضية زواج البارت تايم محركات البحث وحديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي وأصدرت دار الإفتاء بيانا جاء فيه إنه لا ينبغي الانسياق وراء دعوات حداثة المصطلحات في عقد الزواج التي ازدادت في الأوينة الأخيرة والتي يكمن في طياتها حب الظهور والشهرة وزعزعت القيم مما يحدث البلبلة في المجتمع ويأثر سلبا على معنى استقرار وتماسك الأسرة التي حرص عليه ديننا الحنيف ورعته قوانين الدولة وتبعت في بيان لها أنه ما يقوم به بعض الناس من إطلاق أسماء جديدة على عقد الزواج البارت تايم واشتراطه بزمن معين ونحو ذلك يؤدي إلى بطلان صحة هذا العقد فزواج الشرعي هو ما يكون القصد منه الدوام والاستمرار وعدم الارتباط بزمن معين وإلا كان زواجا محرما ولا يترتب عليه آثار الزواج الشرعية أيضا من الموضوعات الأخرى التي تصدرت محركات البحث الموقف الإنساني للفنان سعد الصغير والخاص بإنقاذ الطفلين من التشرد بعدما وجدهم نايمين في الشارع ووعد بتوفير مكان ليهم والتكفل بيهم وأعرب الفنان سعد الصغير خلال مدخلته مع تلفزيون اليوم السابع عن سعدته بالكم الهائل من الرسائل اللي طبعا حصل عليها بعد إنقاذ الطفلين وقال إن الطفلين يحيى ومحمد شقيقين ضحية التفكك الأسري والدتهم وولدهم منفصلين وكل منهم تزوج من شخص آخر الأم تزوجت من شخص كفيف وقال عنه الأطفال إنه كان قاسي القلب وتزوج الأب من أخرى واشتكى طفلين من سوق معاملة زوج الأب ليهم أيضا تفاجأ متابع الفنانة رانا سماحة بإلغاءها متابعة زوجها الملحن والمطرب سامر أبو طالب عبر حسابها بموقع إنستجرام كمان حذفت جميع صورهم مع بعض في كل المناسبات بما فيها صور الزفاف وشهر العسل وده بعد إعلان حملها من يومين كمان سامر قام بحذف متابعة رانا من حسابه ولم يعلق على حملها ولكنه اكتفى بنشر دعاء عبر خاصية سوري بحسابه بموقع إنستجرام يقول فيه اللهم لك الحمد حتى ترضى الترند الجاي معينا عن الفنان دال الشفعي بعد تعرضه لأزمة صحية بعد انفجار جزء من القولون دخل بسببه لأحد المستشفيات بالمهندسين وخضع كمان لجراحة عاجلة تم خلالها استقصال 15 سنتي من القولون ومازال فيه المستشفى للإطمئنان على حالته وقال للسيدة هند زوجة الفنان دال الشفعي إنه تعرض لضغط عصبي شديد جدا والحالة الصحية استقرت الآن ولكنه يحتاج إجراء عملية أخرى بالقولون خلال شهر كمان قالت إن الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين وقف معاهم منذ اللحظة الأولى ولم يتدخر أي جهد في الأمر وإنه يتابع حالة زوجها نضال الشفعي والمشكلة المتسببة في ذلك قال كمان الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين إنه اطمئن بنفسه على الحالة الصحية للفنان دال الشفعي وإنه حاليا بخير وحالته استقرت كده نكون وصلنا لنهاية رندتنا شكرا لطيب المتابعة وانتظرونا في تغطيات أخرى من تلفزيون اليوم السابع وإلى اللقاء شكرا لطيب الممثلين ترجمة نانسي قنقر